يهدف هذا الملتقى التشاوري حول مشروع بناء جسر روسو إلى وضع اللبنة الأولى للبدء في تنفيذ المكونة المتعلقة بتعويض المتضررين من بناء الجسر وملحقاته وذلك انطلاقاً من مكتب هيكلة التسهيل الموريتاني السنغالي والذي ينتظر أن يبدأ أعماله في عضون الأيام القادمة بالتنسيق مع السلطات الإدارية بولاية ترارزا الدولة الموريتانية داخلت الشراكة مع جارة السنغال تمويل الدولي من هيئة دولية ذالها معروفة من أجل تمويل الجسر جسر روسو اللي لا يربط من بيننا وسنغال ولا يحولنا مرحلة الباكش ومرحلة طريق البري المربوط عن طريق القنطرة اللي هي الجسر هذا مشروع كبير مهم للدولتين مهم لشبه المطاقة وفيه شركاء متعددين اللي هو الدول المعنية اللي هي السنغالي موريتان والسلطات الإدارية المعنية اللي معادل جسر فرضها سلطتين لداريتين فهم هيئة أخرى شركاء في إنجاز وتسيير هذا المرفاق العمومي اللي مبارك معه منها كي قدت الإدارة والمنتخبين والشركة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال بولي هولدينج والمجتمع المدني وصف الشريك والمتضررين مباشرين لها الناس اللي تم ترحيلها من الطريق اللي هيقبلها طريق الجسر المتضررين غير المباشرين اللي هؤلاء اللي يقولوا الحمالة وذلين قالوا أصحاب الزوارق والناس كانت تمارس مهنة فذوق معادية لولا لا يترجع ما عندها نشاط يكلاب الدم واللي ويعوض لها هذاك عن طريق الخيار اللي تم اختاره واختاره الدولتين في طار التنقل من المعدية شور الجسر في أيضاً واحدة تسيير تسيير الجسر اللي هي ريجيبي وفهم المصارح الفنية المعنية ذات العلاقة بالنشاط اللي هو هاي العناصر الكاملة الأطراف مسؤولة بشكل مجتمعي بشكل عام وبشكل تشاوري عن نقاش الأمور كاملة اللي يتعلق بجسر منسق مشروع جسر روسو أمدو سانبا صو قال إن تشكيل هذا المكتب سيسهم في وضع حلول سريعة للمشاكل الاقتصادية التي قد تواجه المتضررين بعد انتهاء الجسر مشيداً بالدور الذي لعبته اللجنة المحلية المكلفة بهذا الموضوع بدوره رئيس تكتل مكاتب التسهيل عبر عن ارتياحه لمستوى التعاطي الذي لمسه من السلطات المحلية وهو ما يسهل عمل مكاتب الدراسة مؤكداً التزامهم بإنجاز مهامهم بشكل شفاف ونزيه الملتقى شهد مداخلات تمحورات حول ضرورة الإسراع في إتمام الدراسة وتعويض المستهدفين من أصحاب المهن المتضررين والسكان المرحلين بعد تشهيد الجسر وملحقاته كما تم خلال هذا الملتقى تقدم عرض تطرق لمجالات تدخل مكتب الدراسة والتي من أهمها خلق فرص للتشغيل والتكوين في مجالات مختلفة لقناة الموريتانية محمد الياثمى مدينة روح